في جو من الخشوع وتحت رعاية نيافة رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم مطران الكنيسة الأسقفية الإنجيلية العربية في القدس والمشرق أقيمت في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان خدمة صلاة الشكر والتكريم لخدام الكنيسة بمناثة اليوبيل الماسي لوضع حجر أساس الكنيسة كما تم خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الأساقف الكهنة والدكتورة باسم السمعان المدير الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين وعدد كبير من أبناء الرعية منح القصة الكونن فائق حداد رعي الكنيسة منصب الأرشديكون من قبل المطران نعوم وذلك خلال احتفال الكنيسة بمرور 75 عاما على بنائها في العاصمة عمان وقد أعرب المطران نعوم عن شكره للقص حداد وعموم أفراد الرعية على خدمتهم داعيا أن يرشد الرب الأرشديكون فائق لمجد الكنيسة ونشر ملكوت الرب بين الجميع لا لا فأولى الجيال للأمان للأمان نحن اليوم نحتفل بـ 75 عام على وضع حجر الأساس لهادي الكنيسة كنيسة الفادي على جبل عمان الكنيسة الأسقفية لها حضور في الأردن منذ منتصف القرن التاسع عشر هذه الكنيسة تنعد من الكنائس الحديثة سناً في الأردن ولكن لها خدمة كتير جليلة خدمة رائعة واليوم هي من أكبر الكنائس عندنا بالمطرانية على مستوى الشرق الأوسط فإحنا الأدي مبسوطين اليوم نجمع مع بعض كرعية حتى نحتفل بإعطاء 75 عام وهذه الكنيسة كانت ولا تزال فينقول كنيسة الأم في قلب عمان وتتحد وتلتأم مع الكنيسة الأم في القدس خاصة كتدرية القديس جورج في القدس اللي هي تنعد أم الكنائس بالنسبة لمطرانية القدس الأسقفية إحنا اليوم مبسوطين نكون معنا لفيف من القساوسي الكهن اللي خدموا هاي الرعية وكمان عائلات الكهن اللي خدموا هاد الرعية من سنوات وطبعاً اليوم هم في دار البقاء إحنا بنشكرهم بنشكر عائلاتهم بنشكر اللي قدموا سنين طويلة من الخدمة والعطاء وإن شاء الله والكنيسة هاي بتظلها دائماً شاهدة لمحبة الله في وسط الجماعة خاصةً في الأردن الحبيب وإن شاء الله سنين طويلة بنعمة الله في هذا اليوم المميز في الواقع أنا عاجز عن الكلمات ممكن الآن نيافة رئيس الأساقب المطران حسام نعوم أكرمني ومنحني رتبة أرش ديكن في هذه المناسبة وتقريب للي ولكنيسة ولخدمتنا الطويلة 37 سنة أنا بقدم في حق للرب منهم 11 سنة في كنيسة الفادي اليوم فاجأنا المطران وكلمة المطران هي بالنسبة لإلنا الأعلى بيبقى ما منسميه عادة الكتاب الرسمي أو الفرمان واللي بالنسبة لإلنا هو بروتوكول لكن اليوم تم تكريمنا تكريم لكنيسة تكريم عائلتي اللي خدمت معي ووقفوا معانا من زوجتي وأبنائي وكل اللي خدموا بنشكر الرب وأنا هالتكريم دائما وأبدا منهدي لإلهنا الحي اللي بيعطينا أكثر مما نستحق ما يميز أيضا اليوم هو الاحتفال برجالات الكنيسة اللي خدموا عبر هذه السنوات على جبل عمان وانت شفت اليوم الفرحة العارمي بوجوه الناس كلها اللي كمان تتذكر إنه نحنا في هذا المكان نعبد الله نخدم الملكوت ونسعى دائما نحو السماء هذا إشي كتير مهم في حياتنا في رسالتنا في رسالة الكنيسة اللي دائما هدفها الأساسي نشر بشارة الإنجيل الخبر الصار لكل المؤمنين في منطقتها وفي المجتمع اللي بتعيش